السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيك شباية عاملين ايه يا ربكم بخير سؤال محمد سلامة النهاردة بيقول لو موفقتش في السنوية اعمة اعمل ايه تعمل ايه يا محمد تعمل ايه تعال انا نقولك بإذن الله لو انت مش في السنوية عامة الاجابة دي تنفعك برضو لانه اجابة عامة في الحياة عمومة طيب قبل من نبدأ خلييني نحط ثلاث انواع اساسيين للفقرة كده نفهمهم مع بعض اول واحد فقير المال الثاني واحد فقير الدين النبي صلى الله عليه وسلم تتكلم عليه في الحديث ثالث واحد فقير الفكر الانسان اللي ما عندوش افكار جديدة ما عندوش محاولات جديدة اللي اول لما بتعقرب معاه في حتة الدنيا بتقف معاه بيثبت مكانه وميروحش في حتة تانية ومبيشتغلش ومبيتطورش وبيقف يقعد يبكي ويولول ده فقير الفكر وده اكتر الناس شقاء في الدنيا على فكرة اكتر من فقير المال لان فقير المال ممكن يبقى مرتاح البال على فكرة بس الرجل التاني ده فقير الفكر ده هيفضل طول عمره مضغوط نفسيا ومتعصب ومتدايق وحاسس ان الحياة ما بتدلوش اللي هو عايزه وعنده اكتئاب فانا بادعوك النهاردة بالمعلومات اللي احنا هتكلم عليه دي انك متكونش فقير الفكر طب ازاي ما كنش فقير الفكر يا كريم من ده ما انا انا نفسي اكون في المجال الفلاني ومجال الفلاني بتخش الكلية الفلانية وانا ما وفقتش في السنة وعامة مش خش المجال الفلاني طب نرجع خطور انا لما درست كانوا بيدرسون لنا كاريرز بتاع الكارير وازاي بحطوا دلوقتي معادلة ان الانسان ازاي يكون ناجح في شغلانة بس في نفس الوقت مبسوط فيها لان النهاردة يعني ده باي اكسبرينس مع تعاملات مع ناس كتير جدا ناس تير ناجحين جدا معاهم فلوس كتير جدا بس مش مبسوطين في شغلانة اللي هم فيها فالعلماء هم يحطوا الكمبينيشن ده قالك ايه قالك ان الانسان ليه اكتر من 3 ا 4 ا 5 شغلانات لو اشتغلهم هيبقى مبسوط وشغلان دي ملاش علاقة ببعض ليه بقى لان لقوا ان التوليفة بتاعت ان الانسان يبقى سعيد في شغلانة وشاطر فيها هي اعمق بكتير من من الاختيارات السطحية اللي احنا بنختار نعايز ايبقى لعيب كورة لأ 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 طب تعالي نشوف لعيب الكورة دي بتحقق ايه للنفسية بتاعت الانسان فاني بتينبص لاقي مثلا بتحقق له القيمة بتاعت المال مثلا ان هو هيبقى معاه فلوس كتير وهو الراجل ده حابب بيعنده فلوس كتير بتحقق له شهرة وهو عايز يبقى عنده شهرة بتحقق له ان هو يكون عنده علاقات اجتماعية فالراجل ده سوشيال بيحب يبقى عنده نتورك كويسة فاتحقق له ده لو خدنا التلات حاجات دول هنلاقي ان فيه وظيف تانية بتحقق مال بتحقق شهرة وبتعمل نتورك مثال تاني ممكن يبقى مثلا على نفس التلات حاجات ممكن يبقى ممثل ممكن يبقى حدد مثلا على اليوتيوب بيعمل محتوى ممكن يكون حد ناجح في مجال شغله جدا لدرجة ان هو بقى مثلا راجل بتاع ماركتنج مشهور جدا فهتلاقي عنده شهرة وهتلاقي عنده مال وهتلاقي عنده نتورك فهتلاقي ان دايما الكور بتاع القيم اللي بتحرك اي شغلانة ممكن يبقى موجود في شغلانات تانية بس الحقيقة ان الانسان لازم يبقى عارف القيم دي عشان يعرف يبقى عنده المرونة دي دي قفلت هدور على حاجة تانية تاملة طيب الجزء التاني خاص بالمهارات كل واحد فينا عنده مجموعة من المهارات لو استغلها في عمل معين بيبقى مبسوط لن هو بيحقق نتيجة والنتيجة دي لما بتتحقق بيعمل انجاز والانجاز ده بييعود على القيم اللي احنا قلناها من شوية فتلاقي فيه حد مثلا بيحب يشتغل وحده فلما نيجي نقول ان هو هيعمل مثلا جرافيك ديزايني يبقى مبسوط جدا لان هو بيقعد مع نفسه بيستمتع بان هو يقعد يبني حاجة جوا دماغه ما بيحبش يتزنق مع فريق طيب لو هو مشكل لو هو معرفش يبقى جرافيك دي هل الاسكيل دي الاسكيل دي بس هالاسكيل دي موجودة في رؤلانة تانية اه ممكن يبقى اه ممكن يبقى محاسب اه ممكن يبقى حاجات كتير صح لما بيجمع بقى مجموعة المهارات دي حد عايز بيبقى زكي جدا او شاطر جدا فالحاجات اللي فيها فانا هشتغل او في حاجات تانية كتير محتاجة انا الحاجات اللي ليه علاقة بالليد يرشد فتلاقي نازج بالسمرار لو بيبص للكور بتاع استغلها هتلاقي ناسك عمرك ما بقيت فقير عمرك ما الباب بيقفل قدامك عمرك ما تحسا لو ده ما حصلش انا حياتي واقفة انا حياتي تضمرت لان هو ده اللي بيضمر نفسيه الشباب بتاع الحسنون الى اه يا عم انا عايز تكون له اله فلا لايه ما جبتش من مجموع بتاعها انا حياتي وقفت انا حياتي تضمرت وكل الناس اللي قابلوا اللي كانوا حصل معهم هذا الموقف حياته ما تضمرتش وحياته ما تضمرتش والنهارده نكحين والنهارده مبسطين لكن انت وانت جوه الان لو مش فاهم معلومات اللي انا بقوله لك دي مهما كان الناس قاعدوا لك معلاش ويابني كل الناس النكحين مش لازم كانوا في السنوية العامة جمدين فتبتدي لحيث لا 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 مش مصدقكم انتم بتطيب وخطري لكن علميا فعلا ده موجود عشان ما بقاش سوحنا الناس بقى هي كده السنوية العامة مالهاش لا اسمع؟ يعني انا بقى انت في كده بتجاوب ع الرجل اللي ما توفقش طب انا انا اللي طلعيني وجبت مجموع وهخش كل الناس عايزة انت بتقولي كل ده ملوش لازمة لأ وش لي لازمة بس تعال انك انتفق ان ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل لنا مسارات مختلفة في الحياة قد تكون انت في سن صغير ربنا رزقك انك عرفت الكلية اللي انت عايز تدخلها ووفقك انك تخشها عشان تطلع تعمل منها حجة او ممكن على فكرة تكون مش عارف الكلية وربنا وفقك انك تدخلها عشان تكتشف ان مش هي دي وتغير وجهة نظرك وابق عندك حكمة في الحياة وتتعامل بالاخر يا جماعة السنوية عامة اللي هتوديك لكلية الماء الكلية دي ممكن تقربك للي انت عايزه ممكن تساعدك انك تحققه لكن لو انت ما عملتش كده ده مش معناه انك عمرك ما هتعف تحقق حاجة هي دي الحتة اللي احنا عايزين نزبطها ان ده بينجح وده برضه ممكن ينجح المهم ان اللي اتنين ما يبقاش عندهم فقر فكري لان حتى الرجل اللي بيقول لي طبعنا ونجحت وعملت ودخلت الكلية اللي انا عايزها انت بتقول كده ليه انت كده بتحبتني انا بقول لك كده عشان انت لو مش فهم المعلومة دي قدام شوية ممكن لو الكلية ما عجبتكش تبقى ساعدة عايز تنتحر بقى احنا عالد ينام دي الدنيا شايد زفت ليه لانك كبرت ورده على العقلية بتاعة النيا دي يا مفيش حياة انا بقول لك عموما في الحياة فيش حياة اسمها ياديه يا مفيش هتخرج من الكلية ما لقيتش شغلانة بالمجال بتاعك هتبقى ياديه يا مفيش حياة ساعتها برضو حتى لو انت كنت شخطر ان الله في السنوية العامة ممكن تتحول لانسان فقير فكري لان الموضوع فقر الفكري والنجاح الفكري والنجاح في الحياة مش مربوط بالسنوية العامة السنوية العامة ممكن تبقى خطوة ايجابية تساعدك في حاجة وممكن عادي جدا تكون خطوة اتعلمت منها درس انك اثرت في التزامك لان انا بالنسبة لي سنوية العامة هي اختبار التزام مش اكتر لانها لا بتقيس اي كيو ولا بتقيس زكاء ولا بتقيس اي حاجة سيستم كل واقع بتاع تعليم وفي دول كتير مش عندنا احنا بس ولكن هي بتقيس الالتزام بس واكتهاد فلو انت فشلت فيها اعرف ان انت محتاج تشتغل على انضباطك الشخصي ومحتاج تشتغل على التزامك عشان اي كان الحاجات بقى اللي انا قلتها دي كلها لو انت محتاجش انضباط اللي هو بتقال علي التزام لو ما عندكش ده هتفضل تفشل في كل حاجة تلف فيها والعكس لو انت انجحت اتطمن او كافأ نفسك او اشكر نفسك انك عندك بس نفتكرش ان انت عندك حاجة اكبر بكتير من الناس اللي حاليك لان في ناس كتير قوي ممكن ما يجيبوش مجموعة كبيرة في السنوية العامة ويعدوك فبرضو استمر في انك تطور ناسك وتشتغل على ناسك ماذاك من الاخير كل مرة بصوا لا 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 ماش نتعود انا على الفيديوهات الطويلة دي بس يعني بحيب ومحس والله ان الكلام محترم يعني يتقال كله بلاش ناكل على بعض يعني ماذاك من الاخير اتمنى ان الفيديو ده اعملوا منشن كل الناس بسنوية عامة ابعتوا الفيديو ده لأي حد نحسين انه هو محبط حاول يعمل حاجة وفشل وبعتوا للاسئلة بتاعتكم وروح تفرجوا لتديوهات اللي فاتت وعملوا لي لايك وسبسكراب لو على الفيديوه وعلى يوتيوب وفي الصيف رسل لو على الفيس بوك ويعني وكده وكذا كون الخير نشوفكم بكرة الساعة 8 ان شاء الله السلام عليكم